وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال زيارته الحالية لأرمينيا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض خلال مباحثات تطورات الخطة التنموية التي تتبنها الدولة والمشروعات القومية الجاري تنفذها بما تتيحه من فرص للاستثمار كما أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري وأضف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهة النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقلامية مع استعراض تدعيتها على أمن القارة الأوروبية حيث ثمن رئيس الوزراء الأرميني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط واتفق كذلك الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلالي منظوري شامل والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسيتي التي تشجعه على تلك الظاهرة إلا جاني باستعراضي آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهام تشجيع الوزراء الأمانية التي تشجعه على تكارية التعاونية وأيضا بظل مكافحة الإرهامات التي تشجع من جداً تشجع منذ التعاونية أن تشجع مختلفات أتفادتها وتشجع المصرية السيقاتية في حالة الزورقة ويضمتع ذلكر المصرية أكام للدهما اندهي أن يحمي قناع كذلك يجب أن يكون الوحيدة. شكرا للمشاهدة 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 للمشاهدة